السبعة الخير عليكم مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفا لوكس ديزاد المشكلة تعليم والوصفة تعليم ستكون وصفة علاجية بإذن الله لمشكل الشق الشراجي لأنه معروفة يعني الإنسان والشخص اللي راه داخل عندي لفيديو يبحث عن العلاج أكيد راه مطالع على الأسباب فقط أنا راح ننبه إلى السبب الشائع اللي هو الإنساك في الأشهر الأخيرة من الحمل وأيضا الولادة الطبيعية لتكون متعسيرة هذه راح تسبب لنا أيضا الشق الشراجي وهو عنده علاج يعني ما راح تعيشي بها للمدى الحياة عنده علاج وبإذن الله علاج سريع يعني في مدة شهر كأقصى تقدير راح ترتاحوا من هاد المشكل بالنسبة للنساء الحوامل أنا من الشهر الثامن أو آخر الشهر الثامن وبداية الشهر التاسع راح نبتعدوا عن أي أكلات تسبب لنا إمساك أيضا راح نحاولوا أنه نشربوا كمية كبيرة من الماء يعني على غير العادة إحنا أصلا كنكونوا حامل نشربوا الماء بكثرة ولكن في الأشهر الأخيرة ننصح أنه نشرب الماء بكمية أكتر من المعتاد أيضا ننصحكم بشرب انتزان ومشروبات مليينة كمشروب النعناع أو مشروب المالويزة أو هكذا مشروب لا تزان تعنا لموالفين نشربوها هذه من أروع ما يكون ولكن في الشهر الأخير هذين نشربوها لبنات في الشهر الأخير يعني في الشهر التاسع من تقرب الولادة ولكن من الشهر الثامن راح نبتعد كليا عن مسببات الإمساك هذه من نساء الحوامل أما بالنسبة للناس بصفة عامة فأول حاجة ننصحكم بها وهي أيضا الإبتعاد عن مسببات الإمساك يعني ناخدوا مأكولات مليينة قدم ما يعني بقدر ما عالجنا أو انتبهنا الأمعاء التاعنا والجهاز الهضمي التاعنا بصفة عامة راح نسرعوا في علاج مشكل الشق الشارجي ونأكدوا أنه ما راحش يعاود يخرج لنا لأن الإمساك من أهم مسبباته على هذا راح ناخدوا مليينات بقدر يعني قدر المستطع سواء مشروبات أو مأكولات نبتعدوا عن الموز ناخدوا بزاف البطيخ بزاف الشمام فاكهة الشمام يعني هدو بكثرة هدو زوج بكثرة راح يليينونا البطن التاعنا أيضا الناس اللي تتناول أدوية تاع كالسيوم الكالسيوم يسبب إمساك على هذا نحرص أنه نربط كمية الكالسيوم من ناكلها بالإمساك اللي لنا نعانو منه الفترة تاع العلاج أيضا أرجو أنه تتعاملوا مع مشكل الشق الشراجي كأي جرح موجود على في اليد أو في الرجل أو أي جرح حقدتكم تشوفوا فيه يعني يتطلب نظافة يتطلب تشفيف يعني ما لازمش يكون مبلل أو عرضة للمياه يعني دايما بعد الغسل لازم نجفوه وما لازمش أيضا يكون جاف لازم نحرصه على الترطيب بتحديك المنطقة وأهم حاجة يعني وأن سبزيت أنا نشوفه مرتب للمنطقة الخاتم الشراج واللي هو زيت جوز الهند لأنه يبقى لمدة طويلة يعني يبقى يرتبنا المنطقة المدة طويلة بالبزاف أيضا ننصحكم به شرب الماء صباحا ومساءا كوب صباحا وكوب قبل النوم مخلوط بملعقة صغيرة من خل التفاح فقط هنا البنات شربوه بلاباي وبيان بالأنبوب هذك المصاص هكذا باش لأنه يشكلنا يعني مشكل الأسنان ممكن يضعفنا مينة الأسنان أو يشكلنا أسفارة للأسنان على هذا نستعملو هكذا مساص أنبوب مساص باش نشربوه كوب صباحا كوب مساءا نخلوط بملعقة صغيرة من خل التفاح هذه أيضا من الملينات للبطن وتسبب أنه تعطينا يعني علاجات أي مشكلة يكون عندنا في الأمعاء العلاج هو عبارة عن علاجين من نفس المكون فقط رح نستعملوه طريقتين مختلفتين الخلطة الأولى اللي رح نستعملوها وهي خلطة العسل مع حبوب اللقاح يعني رح ناخد ملعقة صغيرة من العسل العسل طبيعي عسل نحل طبيعي رح نخلطوه مع حبوب اللقاح ولكن عملية الخلطة تكون قبل التطبيق يعني مباشرة ما رح نخلطوها ونخلوها لأنها رح تدوب هاد الحبيبات هادو رح يدوبوا على هذا رح نخلطوهم قبل عملية التطبيق مباشرة نخلطو كمية قليلة نبضعوها على فتحة الشارج أو على الشقكة كل ونخلوها ليلة كاملة هذه من العلاجات اللي يعني في شهر إن شاء الله تكونوا ارتحتوا نهائيا من هذه المشكلة الوصفة الثانية هي الوصفة اللي أنا نشجع بزاف فيها لأني استعملتها وكانت يعني من أروح الوصفات اللي جربتوا اللي هي خليط من ملعقة زيت زيتون وقطعة صغيرة جدا من شمع العسل أو الشهدة شمع العسل تكون فارغة من العسل يعني ما تكونش مملوقة بالعسل يعني تكون فارغة تكون سودا هكذا لو انتها اسود أو هكذا فارغة هكذا يبسك شغل صلبة وفارغة كاملة رح ناخدوا منها قطعة صغيرة رح نضغوها حاجة خفيفة نضيفها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون نضيفها من حجينة ونخلطها من حجينة ونضيفها على منطقة الشق ونضيفها ليلة كاملة وضيفها ليلة دوني فقط نضيفها المنطقة وجافة في المنطقة نحرصه لماكسيموم او كاقصى يعني باقصى درجة نحرصه ان المنطقة تكون جافة ايضا الترطيب بزيت جوز الهند ان شاء الله نكون في التقوم ما تنسوا شير لبناس اشترك في القناة باختاج وشير لماكسيموم حكدا بزاف هاد الوصفات يحتاجوهم الناس وما قادرش يوصلوا لفيديو نتمنى ان شاء الله نكونوا سبب في علاج وان شاء الله في رفع مشكل وعلاج الناس كثيرة وناخدوا الاجر ان شاء الله يا ربي على هذا نطلب منكم دايما لايك الفيديو باش ينتشر بسرعة ايضا باختاج شحلهم ما تقدوا ونطلقه في فيديو اخر ان شاء الله